معنا مشاهدين الكرام عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول عقيد روكون عبدالله الأسعد الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية مرحبا بك سيد العقيد روكون عبدالله الأسعد نبدأ من التقرير الذي كشف عنده موقع أنتي وور والذي أكد حذف وزارة دفاع الأمريكية عدد قواتها في سوريا والعراق وأفغالستان من البيانات ماذا تعني هذه الخطوة وما تحمله من رسائل مساء الخير لك والسادة المشاهدين في واقع الحال الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لها قوات منتشرة في كافة أسقاع العالم فيما يخص المنطقة الآن المشتعلة هي منطقة العراق وسوريا أكثر سخونة من أي مكان سابق كان فيما سبق أفغالستان أما الآن المنطقة العربية العراق وسوريا هذا يتعلق بأمن القوات في كل جيش هناك أمن يسمى الأمن العسكري أو الأمن الحربي لهذه القوات فعندما تبدأ أي عملية ونحن نعلم بأن القوات الأمريكية شنت حربا ضد داعش في تلك المنطقة وكل الجيوش وخاصة الجيوش العظمى يعني ليست كل القوات مثلا التي تقاتل مع هذا الجيش هي من صلب هذه القوات هناك قوات مرتزقة تقاتل مثلا مع القوات الأمريكية أي متعاقدة مع هذا الجيش هي ليست من ضمن يعني من ضمن تعداد هذا الجيش الأصلي أساسا طبعا هو في القيود مسجل وأنما يعني في حال مثلا تم مثلا مقتل هؤلاء الجنود طبعا يعني تحاول تحاول ولاية المتحدة الأمريكية يعني عدم إدراج أسباء هؤلاء من ضمن القوات المتواجدة فعلا على أرض العراق ولكي يعني يصبح لديها شيء اسم أمن أمن القوة البشرية أمن القوات أمن العناصر وهذا فرق طبعا يتخصص يعني في كل مخابرة العالم بموضوع القوات التي تقاتل على أرض غير الأرض التي هي موجودة فيها يعني خارج أراضيها فلذلك يعني التعتيم من موقع أنتيورد هذا يعني له هدف هدف طبعا يتعلق بسرية عمل القوات على هذه الأرض ويعني نعلم نحن كثير مثلا عندما مثلا قصفت القوات مثلا الروسية في شرق نار الفرات عندما حاولت أن تجتازهم طبعا وجد أن هناك مثلا 300 مثلا نفرط 300 عسكري هؤلاء 300 قد يوجد من أصل 300 موجود من أصلهم مثلا 50 أو 20 مثلا عسكري روسي من تعداد القوات الروسية يعني أصليين والباقي متعاقدين وعندما مثلا سئلوا عن هذا الموضوع قالوا يوجد جنود ولكن هؤلاء ليسوا من تعداد الجيش الروسي مثلا فلذلك يعني هي الغاية من هذا الموضوع هي غاية أمنية بحتة من أجل يعني التعتيم والإطفاء السرية على تعداد هؤلاء القوات ولكن ما الذي يدفع ترامب إلى هذه التحشيدات في تلك البلدان التي ذكرت ولسيما العراق مما يخشى ترامب طبعا يعني ترامب يعني طبعا هو رجل مثلا هو يعني رأس الهرم في الدولة يعني ما يسعى أو ما يعمل عليه العسكريين في تلك المنطقة طبعا يعني هو عملية يعني وصل وصل يعني الخط الخط العسكري أو القواعد العسكرية مع بعضها البعض في العراق حتى الوصول إلى إلى سوريا في الشمال الشرقي من سوريا وتحصين هذه المنطقة التي تحوي على قواعد عسكرية الآن يعني بنيت قواعد عسكرية في أرميلان ووصولا إلى غرب نهر الفراد بالقرب أيضا من أفرين هناك يعني قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية الآن يعني هذه القواعد أصبحت مرتبطة مع بعضها البعض تحتاج هذه القواعد إلى عسكر أو إلى عسكريين من أجل حماية هذه القواعد طبعا أمريكا لديها جنود واعتمدت بعد حرب العراق على تقليل نسبة العسكريين يعني وعدم إقحام العسكريين نتيجة الخسائر التي تعرض لها في العراق حوالي يعني أربعة آلاف ونيف من العسكريين قتلوا في العراق والكثير يعني أعداد بالآلاف من الجرح والمعاقين والمبتوري الأطراف فذلك اعتمدت على القليل من العسكريين الأمريكيين والمرتزقة وعناصر من أبناء المنطقة طبعا اعتمدت هي في سوريا على قصد واعتمدت طبعا في العراق على أيضا يعني ميليشيات لكي تكون حماية لهذه القواعد هذه القواعد المتمركزة طبعا في الجانب السوري في منطقة النفط السوري المنطقة الغنية بالثروات بالنفط والغاز وكلها وأيضا في العراق الذي أصبح الآن يأن تحت نير الفقر والاستغلال والاحتلال الذي يحرم أبناء أبناء هذه المنطقة من عائدات هذا النفط فلذلك يعني هذا التحشيد من أجل التمسك بهذه المنطقة الغنية وحمايتها بشكل كبير وفي ظل مكسب اقتصادي وحماية جنوده من التعرض للقتل ومن أي نيران أخرى ووجدنا بأن القوات الأمريكية أيضا يعني وضعت خطوطا ممنوع لأحد أن يتجاوزها على الجانب السوري مثلا عندما تقدمت قوة من الحج الشعبي مباشرة تم اطلاق النار عليها وقتل كل من تقدم باتجاه هذه المنطقة وسط هذه الحرب الباردة في المنطقة وصراع النفوذ والدور الإقليمي إلى أي مدى تعتقد صدقية وجدية التصريحات الأمريكية بشأن تقليص دور إيران في المنطقة ولا سيما العراق وهي المسؤولة عن هذا الفراغ الذي تركته لصالح إيران منذ عام 2011 في العرب طبعا يعني في الواقع إيران كان لها دور كبير في موضوع حتى أفغانستان عند دخول القوات الأمريكية وهذا التصريح جاء على لسان القادة الإيرانيين أن لو لا أمريكا لما دخلت أمريكا إلى أفغانستان ولو لا إيران لما دخلت أمريكا إلى العراق طبعا هناك كان دورا يجب أن تلعبه إيران من أجل أن تكون طبعا ولها التأثير هي صحبة التأثير الكبير على إيران وعلى العراق وعلى الشعب العراقي لما له يعني من ارتباطات دينية ترتبط بالمعتقدات والطواف وغيرها فلذلك يعني طبعا هي تريد أن تغتنم الفرصة في هذا الدور الذي تلعبه مثلا من أجل مثلا احتلال أمريكا لأفغانستان واحتلال أمريكا للعراق بأن تتوسع يعني تتوسع ويتوسع مشروعها الذي يعتمد أساسا يعني على تصدير الثورة وتوسيع باتجاه الهلال الشيعي التي طبعا من قم إلى بغداد إلى دمشق إلى جنوب لبنان وصولا إلى البحر المتوسط الآن هنا الأمر يختلف في دمشق يعني الآن مثلا نرى التعاون الروسي الإيراني الوثيق يعني المقطع النظير طبعا والتعاون أيضا التعاون في المجال العسكري أصبح يعني كبيرا جدا أعطي دورا للروس طبعا يعني لا نريد أن ندخل في يعني الطريقة التي دخلت فيها روسيا في نهاية أيلول 2015 إلى سوريا لعبت دورا هي طبعا كانت ترمي إلى الحصول إلى هدف جيوسياسي في سوريا طبعا وحققته عن طريق القاعدتين البحرية والجوية ومن ثم تمددت باتجاه الداخل السوري عن طريق نشر الشرطة العسكرية في المناطق التي طبعا تدخل إليها وعملية خفض التصعيد وعملية مثلا تهجير وكان لها دورا بارزا كبيرا جدا في التغلغل ضمن المجتمع السوري نرجو أن تبقى معنا عقد الركن عبدالله الأسعد في ملفنا التالي ونتحدث عن إمكانية حضور ضرب أمريكية ضد النظام السوري وحلفاء